كم فيه إعلام بتاع مصلحة الضريب زمان كده يجي من عشرين سنة مثلا كيقولك يا ساتر يا ساتر من مسك الدفاتر أنا فاكر الإعلام ده أو الله مسك الدفاتر الرجل اللي بيعود يست في الدفتر بتاعه عشان هو بيقدم الإقرار يبقى إيه؟ الأرقاب متزبطة موسم الإقرار الضريبي طيب أنا مش عايزك تخاف من الضريب على الإطلاق أنا عايزك تحب الضريب حب الضريب أيوة وهنفهم ليه تحب الضريب وهنشوف قد إيه المصلحة بتقدم طول الوقت وسائل دعم بتقدمها هذه المصلحة للممول أنا وحضرتك واللي أكبر مننا واللي أقل مننا شوية وحاجات زي كده أيضا المنافذ الجديدة وآخر معالطبع لتلقي الطلبات الشروط المطلوبة لماد مهل التقديم الإقرار خلونا نرحب داخل الستوديو بالأستاذ طلعت عبدالسلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضريب أهلا بحضرك طلعت بيك أهلا بيك أستاذ إزاي الصحة أهلا بحضرك كله تمام؟ الحمد لله لسه فيه ناس بتستفل دفاتر؟ لا مش عايزين نقول كده مش عايزين نقول كده مش عايزين نقول كده طب نقول إيه؟ عايزين نقول إن احنا عندنا مجتمع ضريب ملتزم في موظم الأحوال حلو عندنا مجتمع واعي تماما بقيمة الضريبة وإن الضريبة دي بتمثل نسبة كبيرة من إرادات الدولة بتصل إلى 75% الضريبة دي من خلالها بنيقدر نقدم الدولة بتقدر تقدم خدمات لي والحضراتك ولكل اللي بيشوفونا بنيجي نتكلم عن تعليم بنيتكلم عن صحة بنيتكلم عن طرق كل ده بيبقى من خلال الضريبة فأنا ما قدرش أقول أبدا إن أنا عندي مجتمع بيستف أبدا ما قدرش أقول كده أبدا مش دي السمة الغالبة على مجتمع ضريبي وعلى مجتمع رجال الأعمال بالعكس أنا عندنا وعي كبير جدا عندنا رجال أعمال متفاهمين تماما لدور الضريبة أنا بيجي لي ممول بيجي لي راجل أعمال يقول لي أنا عايز أعرف الضريبة اللي علي عشان خاطر أنا عايز أسدتها ولو ما كانش كده لو ما كانش كده أنا كمصلحة ضريب أنا ما قدرش أنجح لوحدي أنا بنجح بالشغل اللي أنا بعمله وبنجح بالوعي اللي موجود عند رجال الأعمال لما بنقول إن الضريبة بتمثل 75% من إرادات الدولة ونقول إن مصلحة الضريب كل سنة بتحقق بالفعل الحصيلة المستهدفة منها نتيجة مجهودي آه بس في الجانب الآخر أنا عندي فعلا مجتمع ضريبي واعي مجتمع ضريبي حريص على أداء واجباته والتزاماته الضريبية لأجل هذه الأمور الناس تحب المفروض الضريب تبقى عارفة إنها بتنعكس عليه بشكل مباشر وبشكل غير مباشر طول الوقت بالمناسبة هو آخر معادلة تقديم أنا بقى كده كده مخصومة من المنبع فأنا في الأمان طيب وطبع إن إحنا عندنا موسم الإقرارات الضريبية بدأ في أول يناير وينتهي في 31 مارس الحالي بالنسبة لأصحاب المنشآت الفردية وبالتالي بنقول لأصحاب المنشآت الفردية إحنا موجودين في منتصف مارس تقريبا فمهل التقديم الإقرار قاربت على الانتهاء فيلا بقى مش لازم نستنى اليوم 31 إحنا نبدأ نقدم إقرارنا الضريبي من دلوقت خاصة إن الإقرار الضريبي دلوقت بقى إقرار إلكتروني إنت من تشمحتك تنزل تروح مأمورية إنت بتقدم إقرارك الضريبي وإنت موجود في بيتك أو موجود في مكتبك بالنسبة للشركات مهل التقديم الإقرار بتمتد شهر إضافي وتصبح 30 إبريل إحنا يعني السنة اللي فاتت إحنا نجحنا إن إحنا نحول كل الإقرارات الضريبية إلى إقرارات إلكترونية النهاردة وأنا بكلم حضرتك ما عندناش النهاردة إقرارات ورقية على الإطلاق كل الإقرارات الضريبية النهاردة إقرارات إلكترونية والمسألة دي في حقيقة الأمر حقيقة مكاسب مشتركة بيني أنا كمصلحة ضرائب وبين الممول بالنسبة لي أنا كمصلحة ضرائب كانت خطوة مهمة جدا على طريق الميكانة والتحول الرقمي وده هدف مهم بالنسبة لي أنا بس عليه وبالنسبة للممول أنا سهلت عليه تقديم الإقرار الضريب لأن زي ما بقول لحضرتك أنت بتقدم الإقرار الضريب دلوقتي وإنت ببيتك فبالتالي أنا وفرت لك وقتك وجهدك وتكلفتك إحنا عايزين بقى نحافظ على المكاسب دي نحافظ عليها إزاي لما الممول يشعر إن مصلحة الضرائب جنبه وبتحاول إن هي تساعده وعشان كده إحنا اهتمينا بالمسألة دي واستعدينا لموسم الإقرارات قبل ما موسم الإقرارات يبدأ يعني بتقدمه دعم فني للممول أو يعني بتساعده طبعا أكيد وعندنا أكتر من وسيلة متاحة بنقدم بيها دعم فني وبنقدم فيها مساعدة للممول عشان خطر نقدر نساعده إنه يقدم إقراره الضريبي مش إقراره الضريبي بس لا يقدم إقراره الضريبي وكل التزاماته الضربية عندنا أكتر من مستوى وأكتر من وسيلة والممول بتاعنا هو اللي بيختار الوسيلة اللي تتناسب معاه بمعنى ان انا عندي جوة المأمورية عندنا فرق عمل جوة المأمورية احنا مدربينهم بشكل كويس جدا بحيث انك انت لو انت بتعمل اقرارك الضريبي دلوقتي وقبلتك مشكلة وانت بتعمل الاقرار الضريبي بنقول لحضرتك بمنتهى البساطة انت ممكن تنزل تروح المأمورية هتلاقي انك فرق عمل هتساعدك في حل المشكلة هترد على اسئلتك وعلى استفساراتك طيب احنا في مشكلة ممكن تظهر في موسم الاقرارات دلوقتي احنا انا كنت بقول لحضرتك ان احنا العام الماضي انتهنا من ما كانت كل الاقرارات الضريبية لما ألزمنا اصحاب المنشآت الفردية هم كمان بتقديم اقرار ضريبي الكتروني اصحاب المنشآت الفردية دول عادة بتبقى انشطة بسيطة فممكن حضرتك جدا الممول السنة اللي فاتي تقدم الاقرار الضريبي ومهتمش ابدا ان هو يحتفظ باسم المستخدم وكلمة السر اللي بيخش بيها على المنظومة عشان يقدم اقراره الضريبي فييجي السنة دي يقدم اقراره الضريبي ما معايش مش معاي ده راح مني فاحنا لو حصلت المشكلة دي عند حد من اللي بيسمعنا بنقوله روح المأمورية هتلاقي هناك في المأمورية فريق عمل يساعدك ويديك البيانات اللي تقدر تخش بيها وتقدم اقرارك الضريبي لو انت ما انتش عايز تنزل وتروح المأمورية انا اصلا ما انش عايز طول الوقت ان انا احتك بالمصلحة دي واحنا عملنا كل الميكان اللي احنا بنعملها دي عشان نقلل من احتكاك مأمور الضريبي بالممول احنا مش عايزين القصة دي بنقولك عندك اكتر من وسيلة عندك احنا عندنا خط يعني مش هقول خط ساكن ولكن عندنا مركز اتصالات متكامل مركز اتصالات متكامل اللي هو 16 395 16 395 ده ممكن حضرتك لو انت عندك مشكلة وانت بتقدم الاقرار بتتواصل معهم هم بيفضلوا معاك على التليفون لحقدم حضرتك تقدم اقرارك الضريبي عندك سؤال بيجاوب عليه عندك استفسار بيجاوب عليه عندك مشكلة ممكن تعرضها عليهم احنا طول الوقت يعني متواصلين ومهتمين جدا بالتواصل مع المجتمع الضريبي لان احنا بنشعر ان انا مسألة التوعية وان انا اتعامل مع ممول واعي بحقوقه والتزاماته دي مسألة مهمة جدا مسألة مهمة للممول نفسه انك انت استاذ جيوسف تبقى عارف حقوقك والتزاماتك الضريبية لانك لما تبقى عارف التزاماتك الضريبية وتؤديها بالشكل اللي القانون رسمه لأ حضرتك انت يعني تشوف حشت مثلا كده وبعدت عن 80-90% من الضريب اللي بتحصل مع مصلحة الضريب وفي نفس الوقت انا بالنسبالي لما بتعامل مع مول واعي بحقوق والتزاماته ده لي مرضود ايجابي علي انا كمصلحة الضريب وعشان كده انت هتلاقينا طول الوقت احنا موجودين في الغرف التجارية موجودين في التحدي الصناعات موجودين في النقابات احنا بنعمل ندوات اونلاين على مدار الاسبوع مجانية للمجتمع الضريبي بيحضر فيها موليين ومحاسبين بنتحور معاهم بنعرف مشاكلهم بنجاوب على الاسئلة بتاعتهم احنا كمصلحة الضريب عندنا حساب وانا شوف يعني انا ما بقولي الكلام ده انا مش بقول يا جماعة كلام انشى ابدا ده انا عايز الكلام اللي انا بقوله ده انت حضرتك وانت بتشوفني دلوقتي تستفيد منه يعني تستفيد منه ازاي يعني لما تبقى عندك مشكلة تبقى عارف ان فيه عندك اكتر من وسيلة متاحة ممكن تتواصل بها مع مصلحة الضريب تحل بها المشكلة دي او نشيل حتة انت متاش عارفة عن الضريبة فبنعرفها لك انا كمصلحة الضريب عندي حساب على كل وسائل التواصل الاجتماعي الحساب ده فيه ايه الحساب ده؟ فيه معلومات كتيرة وبيانات كتيرة واجابات على الاسئلة كتيرة متعلقة بالضريبة طبعا لو انا بعدت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبيترد علي بيترد على حضرتك وموجودين متخصصين بيرد على حضرتك بناخد الاسئلة وانا واحد منهم طيب لو انا عايز اعمل الاقرار الضريبي بتاعي بشكل الكتروني زي ما حتى قلت من المكتب او من البيت الى اخره فانا هبدأ اخش على الويب سايت وهبدأ اشتغل على الاقرار الضريبي بتاعي افترضنا ان انا راجل يعني مثلا مهن حرة فما عنديش محاسب قانوني يساعدني في الحسبة ولا مش عارف تمام هل عن طريق الويب سايت اقدر ان انا يبقى فيه قدامي الطريقة اللي باملة بيها الاقرار بتاعي وابقى عارف ضربتي قد ايه وابقى عارف هروح اسدد قد ايه وما الى ذلك ده كلام كويس جدا ده موجود في شكل فيديوهات انا كنت بقول لحضرتك لسه دلوقتي احنا عندنا حسابات وعندنا قناة على اليوتيوب قناة مصلحة الضرائب على اليوتيوب ديت فيها ايه فيها فيديوهات بتعمل لحضرتك بتقوله ده يعني فيها فيديوهات كده تقول حضرتك تتفرج عليها في خمس زهي تعرف ازاي حضرتك تخش على المنظومة وازاي تأمل اقرارك الضريبي هل هذا موجود؟ لا موجود فعلا طب هل مثلا بيبقى فيه يعني ساعات بس انا ما شفتش ده في مصلحة الضرائب في اي حتة يعني انا بكتهد هل وانا دخل على الويب سايت وبعدين بدأت مثلا اكتب البيانات بتاعتي وبعدين دخلنا فيه الحاجات المتعلقة بالارقام وبالدخل ومش عارف ايه هل بيقى في حاجة زي كالكليتر تلقائي الارقام اللي انا بدخلها طبعا بيروح اسيبلي في الاخر خلص يقول لي الضريبة اللي عليك انت شرحتك كذا وبالتالي الضريبة اللي عليك تبقى كذا فانت مثلا تقدر تدفع الكترونيا المبلغ الفلاني او لو حابب تروح تتوجه الى البنك العلاني او للمأمورية او المنافذ المختلفة هتدفع المبلغ الفلاني لحضرتك ده موجود بالفعل حضرتك انت لما بتخش وبتملل بيانات بتاعة اقرارك الضريبة على المنظومة عشان كده استاذ يوسف احنا بنقول ايه وانا لما بقول ان احنا لما حاولنا الاقرارات لاقرارات الالكترونية سهلنا على الممول اه سهلنا على الممول لان حضرتك لما بتخش وبتملل بيانات بتاعة اقرارك الضريبة حضرتك ما بتحسبش ضريبة انت بمجرد انت بيبقى كل اللي مطلوب منك ان حضرتك تعمل حاجتين اتنين تدخل للارادات بتاعة حضرتك واتدخل التكاليف والمصروفات لا تجمع ولا تطرح ولا تحسب ضريبة على الاطلاق قالص انت بتدخل اراداتك ومصروفاتك على طول في الاخر تترجم لصف الربح وصف الربح يترجم على طول للضريبة المستحقة عليك فالمسألة دي بتحصل بشكل تلقائي ومنتهى البساطة طيب كنا زمان يقول لك مثلا ان والله لو انت قدمت تبرعات مش عارف عملت ايه معونت الشتاء جمع الايصالات بتاعتك عشان بتقدمها في الملف الضريبي بتاعك وانت رايح للمأمورية اعمل ده ازاي الكترونية او اونلاين الاكرار نفسه مصمم يعني تصميم الاكرار نفسه يتناسب مع اللي حضرتك بتقوله ده يعني انا حتبص تلاقي حضرتك لو انا بتكلم على اكرار مهنة حرة حتبص تلاقي ان في خانة لإكرارات المهنة الحرة خانة للتكاليف والمصروفات اوصل بعدها لصف الربح قبل التبرعات وبعدين تبص تلاقي في خانتين اتنين للتبرعات حلو تبرعات لجهات حكومية لان دي معتمدة بالكامل وتبرعات لجمعيات خيرية لان دي بتعتمد في حدود عشرة في المية من صافي الايراد حضرتك موجود انت شوف لما تخش على الاكرار الضريبي وتبص على بيانات الاكرار الضريبي بالزبط كده زي حد هو عامل حوار معاك بس هو حوار مكتوب يقول لك قل لي ايرادتك قل لي تكاليفك انت كل دورك في الاكرار انك انت تدخل البيانات اللي مطلوبة منك يقول لك قل لي التبرعات تقول لي التبرعات التبرعات الحكومية التبرعات اللي جماعيات تحط الجماعات تبص تلاقي في الاخر كل الارقام اللي انت دخلتها الاكرار ترجمها في الاخر لصاف الربح بتاع حضرتك اللي بيحسب على اساسه الدريبة تفترض المصلحة في الحال ده حسن النية دائما طبعا طيب ازاي المصلحة تكتشف لقدر الله ان فيه شخص مش حسن النية تتب انه حط تبرعات كذا وكذا 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 ولا تبرع ولا يحزن تمام بعد ما بتقدم الاكرار الضريبي يعني بعد ما حضرتك بتقدم الاكرار الضريبي بتبقى فيه مرحلة تانية اسمها مرحلة الفحص ايوة مرحلة الفحص دي بقى انا ببص على اكرارك الضريبي وبيبقى ليه دور الدور بتاعي ان انا اتحقق ان كل رقم حضرتك كتبته في اكرارك الضريبي ليه مستند يؤيده موجود عند حضرتك احنا دايما غالبا المشاكل اللي بتحصل بين الممول وبين مصلحة الضريب ان بتبقى فيه بيانات عند الممول في اكراره هو ما معهوش مستندات بشأنها فبنبقى احنا هنا قدام مشكلة انما لو انت عند حضرتك مستندات لكل رقم حضرتك كتبته في اكرارك لا خلاص انت اكرارك ده بيأخذ بيهو المصلحة واقولك حاجة تانية كمان ولا يجوز لمصلحة الضريب تعديل الاقرار الضريبي اذا كان مؤيد بمستندات ده القانون اللي بيقول كده مش مصلحة القانون اللي بيقول كده طيب اخر حاجة بقى احنا كل ده شغالين ترغيب ترغيب ولا هنقول ترغيب ولا هسألك هيتعمل لكن هسأل كمان من باب الترغيب الحافز والإعفاء في حوافز وفي إعفاءات ولو في بتروح لمين شوف حضرتك احنا يعني لما بيجي نتكلم عن الحوافز اللي احنا بنقدمها للمجتمع الضريبي ودي فرصة بقى انا موجود مع حضرتك ونكلمك عن حاجة جديدة بتحصل لأول مرة في موسم الإكرارات ده ماشي احنا عندنا السنة دي السنة دي وده كلام مهم جدا لازم كلنا باهتمام جدا لأنه حيفيد شريحة كبيرة جدا من المجتمع الضريبي احنا عندنا السنة دي والأول مرة عندي معاملة ضريبية بديلة للمعاملة الضريبية اللي كانت موجودة قبل كده معاملة ضريبية البديلة دي جي بيها القانون 152 لسنة عشرين اللي هو قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية السجر المعاملة دي هيستفيد منها كل الممولين اللي رقم أعمالهم بين جنيه وعشر مليون جنيه يعني إيه بقى إراداتي يعني حجم مبيعاتك السنوية لو حجم مبيعاتك السنوية إراداتك السنوية لحد عشر مليون جنيه أنت مستفيد معايا من المعاملة الضريبية اللي أنا هقولها لحضرتك دي حلو طب إيه الميزة فيها المعاملة دي الميزة فيها إن المعاملة دي بتثبت شو بقى بتثبت قيمة الضريب واللي الممول حيتفحها لمدة خمس سنوات بتثبتها حافظ عظيم يعني جدا وشوفوا الضريبة دي إما إن هي ضريبة قطعية يعني مبلغ ثابت أو ضريبة نسبية نسبة من رقم الأعمال اللي حيحدد الضريبة قطعية وقد إيه ونسبية ونسبتها إيه رقم أعمال الممول فلو أنت رقم أعمالك أقل من مليون جنيه يعني حجم أعمالك السنوي أقل من مليون جنيه فأنت الضريبة اللي عليك وفقا للمعاملة الضريبية البديلة دي هتبقى ضريبة قطعية يعني تدفع مبلغ ثابت أدفع كم؟ هتدفع ألف جنيه إذا كان حجم أعمالك السنوي أقل من 250 ألف جنيه 2500 جنيه ضريبة إذا كان رقم أعمالك السنوي بين 250 ألف جنيه و500 ألف جنيه وتزداد الضريبة إلى 5000 جنيه إذا كان رقم أعمالك السنوي بين 500 ألف جنيه وأقل من مليون جنيه طيب أنا وصلت للمليون من مليون لعشرة مليون نبدأ ضريبة نسبية بين المليون والتنين مليون ناخد منك نسبة نصف في المية من قيمة مبيعاتك أو من حجم أعمالك السنوي لو حجم أعمالك السنوي بين الاتنين مليون والتلاتة مليون هتبقى تلات تربح في المية الشريحة الأخيرة لو أنت رقم أعمالك السنوي من تلاتة مليون بين التلاتة مليون والعشرة مليون ناخد منك واحد في المية فقط ضريبة متعلقة وبيحدد قيمتها رقم أعمال الممون الميزة اللي في الضريبة دي واحد في المية من حجم الأعمال آه مش من صافي الربح لا 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 ما هو عشان كده بقول دي معاملة بديلة لأن الأصل في ضريبة الداخل إنها مرتبطة بصافي الربح ولكن دي معاملة مبسطة وسهلة الميزة هنا إيه الميزة هنا إن الضريبة اللي حتتفحها السنة دي تثبت عليك لبدة خمس سنين وخلال الخمس سنوات دول ليس لك أي علاقة على الإطلاق بمصلحة الضريب ولا هم اليوم علاقة بيك طبعا لو جيت خلال الخمس سنين دول حجم أعمالي زاد حتى لو حجم أعمالك زاد فالضريبة تظل سابتة لمدة الخمس سنوات وبعد الخمس سنوات يتم تعديل الإكرار الضريب بتاع حضرتك بالزيادة في الخمس سنوات التالية أما الخمس سنوات اللي عندهم بدء من العام السادس يعني لا هو خمسة بما فيهم السنة دي يعني السنة دي ومعها أربعة كمان نحن حلوين أوي 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 نحن كده مفيش بعد كده على كل يعني أنا أولا عايز أشكر حضرتك جدا زي ما أنا بشكر المصلحة على هذا النمط من التفكير الحقيقة وأتمنى أتمنى أن كل الممولين يعني أن الكل بما فيهم أنا وأن كنت أخصى من المنبع زي ما دايما نقول لكن الكل عليه الالتزام لأنها بتصبت مصلحته أنا عايز أشكرك جدا 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 طلعت به شكرا سيسي شرفتنا وشرفتنا كل الشكل أستاذ طلعت عبدالسلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الدرائب حضرتك بتدفع الدرائب باليمين والله العظيم أنت بتاخدها بالشمال لو فكرت بالراحة أو حتى لو فكرت بسرعة على كل فاصل وهنرجع بعض الفاصل مع ضفنا العزيز الفنان مهند حسني أحد أبطال المسلسل الرمضاني ملف السنة طبعا شفتوا مهند بقى في كلابش وشفتوا في الطووس وشفتوا في الأب الروحي هنقعد نحكي حبتين مع مهند استنونا بعض الفاصل